محافظة القاهرة نشرت عبر صفحيتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قصة نجاح لمصنع انتاج ملابس بحي الأسمرات بيعمل فيه فتيات أحدث أحياء القاهرة بعد نقلهم من المناطق العشوائية عشان انتاجهم يتم تصديره لألمانيا المحافظة قالت أن الأسمرات ليست مباني جميلة فقط وليست وحدات سكنية لنقل أسر العشوائيات لكنها مشروع كامل لبناء الإنسان المصري ثقافيا وفنيا وتكنولوجيا أضافت أنه لم يكن الهدف فقط نقلهم لمساكن جديدة بل بناء حياة جديدة ومواطن جديد والهدف ليس فقط بناء المكان بل بناء الإنسان مشروع الأسمرات واحد واثنين بيضم 11 ألف وحدة سكنية تم تسكنها بالكامل وبتضم المرحلة الثالثة 7400 وحدة سكنية ترجمة نانسي قنقر